دعني أسمعك قلت يا سيد كارتر مرحبا مرحباً في أشياء نفسي من سلام بريك هل سنحكي عن الشعب اللبناني على البحر صيفية الآن هي في مدينة والعالم يتلتون على البحر والميات والبسين لكني لا يذهبون إلى البحر مثل غير العالم وهذا شيء يعتقد واضح كثيرا من الصور التي ترونها على الوصف من المنزلين أول شيء يريد أن أقولها عن هذه الشغلة ما أرهباً لا نكون كندل جانر هذه السوان يوجدنا أو اليوميكورن المنزلين على البسين لا نكون المنزلين على الوصفات المنزلين على المنزل المنزلين لا نقرأ لا تنفعل هذا الثاني شيء ليس فقط نذهب إلى البحر نقعد ببسين ونحط فيه صبون لأنه ما قلة طعمة ما قلة عازة ما نكون أنتوا بحيث في البيت يعني oh my god فون بارتي وعمل نط أنه بالنهية أنتوا عم تصبحوا بلترالي علم فنتربي ببسين وشعر فوتوا معها صبون وهيكا مش أنه صرتوا نضاف أو بالعكس دبقتوا زيادة صرتوا مجويين زيادة فبلاها أوكي هاودي كانوا أشياء بدأ قطاعهم هيك على السريع هلا منبلش أوكي أول شي بدي أحكي عنه هو الزيت نحنا مجيب معنا أنينة زيت على البحار كلمانة زيت لنأخذ لونه هيكا أوكي فعين بس السؤال هو ليه منقلي حالنا يعني بنهية من مباد نحنا كيف يعني معلها طعمة عبدوا تنلقحوا ما تنزلوا على الماء ضلكوا ملقوا حين كل نهار ميلة لمايلة ميلة لمايلة عم نقلبها كيف بقلبوا البانكيك يعني نفس الشي سيمشت ننزل على البسين نزلنا على البسين ليه منوقف بالبسين ليه هيكا كلنا منوقف معلها ليه لنزل على الماء بس حدا يفسر لي انه وقع على البسين طبعك أو طبعيك بالماء شو قلو الطعم طبعا منصبح صنا مع الفوتكا يعني أو عم نصبح مع واين سوري الفوتكا بطري كتير هلأ انت هلأ أكتر شي إنه ها تس بين هابنين for the past three years ماعرف ليه يعني لماذا يصبح لعب شابوا روزايا على البحر شوفي إنه يوجد شاب ضايت ببسي أو أنينة ماء أو إنه شيء عادي لا بدك تنزل لتبين أنت البرستيج طبعك لتبين أنت قدام مستوك على السوشال لادر العالي بدك تنزل تقعد تحط حدك باكتك سار تحط قنينة الروزايا بالنصف و باشو تعقل روزايا كل النهار لما يبقى حدا واعي شمس شمس ألكول باهم ما في حدا ننزل على البسين وضعي لنات الشمس على وجنه لماذا؟ تخيل لماذا أنت نزلت على الماء ليس لازلت تسبح أكيد لا أنتو ليس لازلين تسبحوا أنتو نزلين توقفوا مانو كامل الماء يعني يصبح كما تسبح والذي يصبح حتى تكون هو حضرتك أنا الأهبر لأنني أزل على البسين أزل لأسبح لا أزل لأتفرج حالي أو تفرج عام نحولي ونزل عبالي أسبح عبالي شوية حريك جسمي بتطلع عنا بلايه أنه بدي زورب من بين العالم بدي يصير لف وقبرم وقطع من تحت إجريكن ومن بين إجريكن لأنه حضرتكم ما بتزيحوا لحدا وبتصيروا تطلعوا فيه لأشخاص اللي يصبح أنه شوهوها الأهبر بس هي تقنيكلي البسين نزل من أسبح فيهم الثانية شي بدي أحكي عنه هي الأرقيلة هلأ شو السردة إنه منقعد عالبار نحن بالبسين نقعد نحن بالماء بس منحط الأرقيلة وورا البار التاني مالي بس نقعد بالأرقيل ونصير النفخ ونأكل بزراط أصابيعنا ماء بيكون ونصير نأكل بزراط وإنه لا بدي أشرب بيرة و بدي أشرب روزي بدي ليه عمين البحر هالشي المخيف يعني اللي يجب أن تبينه أنتوا فيه سيريسلي ما بدي هالقاد فكروا فيها شواء ما تعدوا تطلعوا على بعض ومين بنفخ أكثر ومين خسر أصغر من خسر هايديكي وهيديكي لك فخدة كيف وليك السليوليت وين وليك ما بقى تمتقضوا ببعض عادة ما نزلوا رواء محد يطلع على حدو بدقوا شغلة بس للكوبلات اللي بنزلوا عمي جايز منعرف شو عم تعملوا كل العالم تعرف شو عم تعملوا لما تكونوا مزرقين انتوا بالزير بالبسين انت ذلك أخيل للمخلوقة بالزير بالبسين عارفين شو عم تعملوا يعني بتكونوا مكربجين على بعض سيكونوا الصيعة رحولها بطريقة شوى مانا مضطرين نصبح ببوضيلي فلويدز اجلوا اجلوا الرومانس طبعكم الفليرت اللي حكيت عنها في الفيديو ما اسمه فليرت بس انه الفليرت اللي عم تعملوا اجلوا الأسعار كتير عالية والعالم الايكيو طبعها كتير واطئ لذا تكنيكلي إنه مجموعة فجايز انزلوا عالبحر تصوروا نعرف تحبطوا تصوروا بطير على انستغرام مي جاد يعني كل كل يعني كل اللي بنيركيب البينك فلمنغو ليه حسنا هيدا هو الفيديو لذيوم انا امتبعوا اشتركوا 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 و اشتركوا و اشتركوا في الفيديو بي اشتركوا في الفيديو باي اشتركوا في القناة